اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المنتخب يعود من ناجيريا وأجاري يطلب قدية باستاذ قهرة محمد صلاح سادس أفضل مهاجم في العالم وأنني يقترب من الدوري التركي وبنبتدي حلقتنا كالعادة بأهم أخبار النادي الأهلي من الصحافة الأهرام أزمة الوسط تربك حسابات الأهلي قبل قمة استبت إصابة السلية وغيابة بدوى شام يحرمان نسارتي رفاهية الاختيار الأخبار الأهلي في حال التركيز نسارتي في حيرة نديدة بسبب كثرة الأوراق الرابحة وفرمان بغلق التدريبات الأخبار المسائي الأهلي يختفي تدريبات مغلقة للفريق قبل معسكر الإسكندرية والصفوف تكتمل بعودة الدوليين الجمهورية قبل القمة 117 مارس وش سعد على الأهلي الشروق مكافآت مضاعفة للعب الأهلي للفوز بالقمة نسارتي طلب مشاهدة آخر خمس مباريات للزمالك وجلسات تحفزية من السلاس الكبير لباقي اللاعبين وتغييرات بسيطة في تشكيل لقائست الجمهورية لانشغالهم بمباريات في الدوري المحلي كبار حكام أوروبا خارج الخدمة الوسباكي إرموتوف الأقرب الجمهورية آخر كلام 30 فرد في موقعة المصير ورفقها عالية وجمال الثالث للج Cannes ست GB ويلعبها في الأرض ويقدر يحط قول يقدر يحط قول ويمهي الماتش يقدر يحط قول طويلة فالأبا جنة ويطال البار الأول للنادي الأهلي وبيمشي فالأبا عالية ويطال بار بار والبار الثالث للنادي الأهلي جنة هو دول دول الأول للنادي الأهلي وتفوت وتطلع بجندها وتحط دول الدول الثاني للنادي الأهلي أجوال جميلة جداً مش قادر يسدق من الفرحة ويجري بره الملعب للجماهير مش معروم نروح محضراتكو سريعاً لتفاصيل أهم الأخبار المحلية أو الأخبار دادي الأهلي اللي نزلت في الجرائد المحلية نبتدي من الأهرام الأهرام أهلة قرر جهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تعديل البرنامج التدريبي خلال يومين اللي جايين عشان يناسب انضمام مجموعة الدوليين ومنحهم طبعاً فترة راحة أكبر ومن المقرر أن نعيشها التمرين النهاردة ظهور علي معلول بعد رجوعه من تونس وكمان رباعي المنتخب الأولمبي مصطفى شبير وكريم نادبد ورمضان صبحي وناصر ماهر وثلاثي المنتخب الأول صلاح محسن وعمر السلية ومحمد هاني كمان رجع جيرالدو بعد ما شدد لسيد عبد الحفيد مدير الكورة مرحلة أنه هيكون موجود في التمرين النهاردة وكمان بتسوط حالة من القلق الشديد عند الجهاز الفني بقناة مارتين لاسارتي في ظل إصابة عمر السلية مع المنتخب الوطني في نايديريا هيخضع اللاعب لفحص طبي النهاردة عشان يتم تحديد موقفه النهائي من الدربي وطبعاً برغم أن المدير الفني مارتين لاسارتي ما يبصش كتير جداً متجاه الإصابات لكن في أزمة حقيقية في خط الوسط مع غياب كريم نادبد للإندارات التلاتة وكمان محمد محمود بسبب الإصابة بالرباط الصليبي وشام محمد لعدم الجهزية المدنية والطبية كمان لم يشارك التنائي حسام عشور وحمد فتحي من فترة طويلة في المباريات وفي الاتجاه نفسه فرض الجهاز الفني للنادي الأهلي سياج من السرية على التدريبات الخاصة بالفريق الأحمر لدرجة أن سيد عبد الحفيد أصدر قرار بمنع وجود الصحفيين أو وسائل الإعلام في أي مكان قريب من ملعب التتش كمان جريدة الجمهورية قالت أن بيعتبر شهر مارس بمثابة وش السعد للنادي الأهلي اللي حقق خلاله خمس انتصارات كمان حقق نادي الزمالك الفوس وثلاث مباريات بس وفرض التعادل نفسه على خمس لقاءات بيعتبر هو ده لقاء القمة التاني اللي بيجرى بين المنافسين في شهر مارس وبالتحديد يوم 30 مارس بعدما سبق قبل وبعض قبل كده زي اليوم ده بالضبط لكن سنة 1973 انتهى اللقاء ده بفوز النادي الأهلي بهدف نظيف سجلوا مدافع النادي الأهلي سبق مصطفى يونس وهو ده طبعا اللي بيعزز من حالة التفاؤل عند النادي الأهلي في المعسكر ده قبل مواجهة طبعا يوم السابت المنتظرة احرز النادي الأهلي 12 هدف في مباريات القمة واللي جرت في شهر مارس بالتحديد فحين نجح نادي الزمالك انه هو يهز شباك النادي الأهلي خلال 9 مناسبات فقط ومن بينها هدف جي عبر النيران الصديقة وده كان عن طريق السوداني إبراهيم الكبير لعب النادي الأهلي السابق واللي سجل هدف بالخطأ في مرمى فريقه كان ده في موسم 65-66 كمان جريدة الشروق قالت ان حارس لعبت النادي الأهلي اللي عندهم خبرات زي حسام عشور وإحمد فتحي وشريف إكرامي ووليد سليمان وسعد ساميرة ومحمد ناجيب ان هم يعملوا جلازات مستمرة مع باء العيبة طبعا سواء الجدد أو الصغار عشان يحفزوهم قبل مواجهة نادي الزمالك المرتوقبة ده جي طبعا من منطلق خوض اللعيب الكبار أكتر من مواجهة قبل كده قصاد نادي الزمالك وما خلاص اعتادوا على الأجواء دي في حين ان فيه برضو بعض اللعيبة ما شاركوش قبل كده في مباريات زي مباريات القمة بشكل كبير وبالتالي ما عاشوش الأجواء أو الضغوطات اللي بتصاحب مباريات زي دي حارس اللعيب الكبار ان هم يعملوا جلسات مع اللعيب الجدد والشباب عشان يشرحوا لهم طبيعة مباريات القمة وانها تحتاج هدوء أعصاب وتركيز جوة الملعب وعدم التأثر بالأجواء الخارجية كمان الجمهورية قالت ان وقعت لجنة الحكام في اتحاد الكورة في ورطة وازمة قبل أيام من لقاء القمة ما بين الزمالك والنادي الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة السبعتاشر من الدوري الممتاز ولا تقام يو السفت اللي جاي على ملعب برج العرب تتمثل بقى الأزمة دي في محاولة لجنة الحكام وخطبة كبار اتحادات أوروبا لاختيار طاقم تحكيمي هيدير مواجهة النادي الأهلي واجهة زي ملك الموجهة المرتقبة اللي ان كل المحاولات باتت تتعثر بسبب طبعا انشغال كل الحكام أو كبار حكام القرى العجوز من مباريات في دورياتهم المحلية فوق في انجلترا أو في فرنسا أو في ألمانيا أو في باقي الدوريات الأوروبية تسعد الوقت لجنة الحكام لها تخرج من الأزمة دي وفي أسرع وقت ممكن خصا طبعا مع بداية العد التنازولي للمواجهة الحاسمة والمصرية وفيش طبعا دلوقتي قدام لجنة الحكام السوى انتقاء كبار حكام قرية أسيا عشان كده ظهر في الصورة الحكم الأسباكي رافشان إرماتوف وطبعا هو تمت مخاططه خلاص عشان يعرفه مدى إمكانية إدارته للقمة ولا لأ وتنتظر دلوقتي لجنة الحكام حاسم إرماتوف مصيره سواء بالموافقة على تولي المباراة تحكميا من عدمه وده خلال الساعات القادمة بيعتبر طبعا إرماتوف من كبار حكام العالم سبق لي أنه هو تولي إدارة مباراة في بطولة كاس العالم الأخيرة واللي أقيمت في روسيا بالإضافة لمباراة كاس الأوم الأسياوية الأخيرة اللي أقيمت في الإمارات وكان من أبرزها المباراة النهائية للبطولة واللي جمعتنا بين المنتخبين الياباني والقطري أما من أبرز المباريات اللي أدرها الحكام الأسباكي في المونديال الأخير فكانت مباراة الأرجنتين مع كرواتيا وكمان مباراة أسبانيا مع المغرب كمان الجمهورية قالت أن رفض الأمن زيادة الأعداد المسموح بحضورها لمباراة القمة ولا تجمع ما بين النادي الأهلي ولادي الزمالكي والسبت اللي جاي الساعة 7 مساء على سات برج العرب في اسكندرية وده اللقاء المؤجل من دور الأمتاز قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في التحاد الكورة أن الأمن لن يسمح بأكتر من 30 فرد في اللقاء الهام والحساس وأكد كمان أن القرار ده صدر بدون حضور جماهيري وبالتالي لن يكون هناك اجتماع أمني لبحث إمكانية الزيادة وقال كمان رئيس لجنة المسابقات بأن العدد المسموح به هو عدد نهائي وغير قابل للزيادة هيحضر من كل نادي 15 فرد 15 من نادي الزمالك ومثلهم من نادي الأهلي وده كمان بيتمثلوا في مجلس الإدارة والعملين بالنادي دون استماح لغيرهم بالحضور كما كمان أن العدد المسموح به من الحضور الإعلامي هيكون محدد طبقا لكشف مع الأمن بسبب حسية اللقاء كمان شدد عامر حسين أن أرضية استاد برج العرب هتظهر بصورة مبهرة في مباراة القمة بعد الجهد الشاق لعلاج الملعب وكمان تقرر أن يكون فيه اثنين مرأبين للأمن ومرأبين كمان من جانب لجنة المسابقات بجانب مرأب الحكام وده طبعا عشان يرصد أي مخالفات تحدث خلال المباراة مشاهدين فاصل سريع ونرجع نكمل معاكو بقية أخبار النادي الآلي لكن من على مواقع الانترنت بعد الفاصل رجعنا سريعا ونسا نكملين معاكو فقراتنا في كلام في الميديا ونوصل معاكو دلوقتي الأهم أخبار النادي الآلي برضو لكن من على مواقع الانترنت يوسف يتحدث عن مواجهة الزمال لكل مرحلة الأصعب في الدوري بوابة أخبار اليوم برنامج بدني خاص للاعب الأهل الدوليين الشروق محاضرة فيديو للاعب الأهل استعداداً للقمة 117 يلا كورا لسارتي يركز على الجانب النفسي قبل القمة وفحص طبي له شام الشيخ اليوم السابع مفاجأة أحمد فتحي داخل حسابات الأهل أمام الزمالك القول الأهلين في القول السولية جاهز للقمة وهذا موعد تحديد موقف هشام محمد البوابة عبد الحفيظ يحذر لاعب الأهلي من خرق الحضر الإعلامي قبل القمة الموقع رسمي للنادي الأهلي رؤوف عبدالآدر اتقاثنا كبيرة في الرجال السلة الموقع رسمي للنادي الأهلي السلعة ويغيب لنهاية الموسم نروح مع حضراتكم دلوقتي لتفاصيل أهم الأخبار التي تقلت عن النادي الأهلي في مواقع الانترنت هاتوا نبتدي بالموقع الرسمي لنادي الأهلي اللي قال إن محمد يوسف المدرع بالعام للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي قال إن مباراة القمة اللي هتقام مساء يوم السبت اللي جاي على ملعب برج العرب في اسكندرية وطبعا المباراة دي المؤجلة من الأسبوع السبعتاشر في بطولة الدوري الممتاز هي بطولة خاصة ما بين الفريقين الأهلي والزمالك ولكنها لن تكون حاسمة للفريق اللي هيتوجد بدرع الدوري العام خاصة إن البطولة لسه ممتدة وفي أكتر من مباراة أكيد هيخذها الفريقين خلال الفترة اللي جاية وأكد كمان يوسف إن الثلث الأخير من بطولة الدوري العام هو الأصعب وبتشتد فيه الصراع على الهروب من الهبوط وكمان بتقاطل فيه الفرق بكل قوة عشان تحصل على نقطة على أمل دي ينقبها من شبح الهبوط لدوري الدرجة التانية ونفس الأمر برضو بالنسبة للفرق اللي عندها رغبة ناية تدخل المربع الدهبي بحثا عن المشاركة في بطولة أفريقيا وده اللي بيزود من صعوبة مهمة الفرق اللي عندها رغبة ناية فوز باللقب وأكد كمان إن مباراة القنبة بتكون بطولة خاصة ما بين الفريقين ولكنها لن تحسن فوز فريق بالبطولة وشدت كمان المدرب العام في النادي الأهلي إن الفريق بيسعد دايما إن هو يسعد جماهيره من خلال الفوز في كل المباريات والتتويج بالبطولات وإن هو بيأمل في مواسطة عروض ونتائج الفريق القوية في البطولة المحلية وكمان تحقيق النتيجة اللي بتطلع عليها الجهاز الفني في مباراة نادي الزمالكي ومستفت اللي جاي وقال كمان محمد يوسف إن الجهاز تابع للعيبة الدوليين خلال مشاركتهم الدولية سواء في المباريات الرسمية أو الودية وإن الأمور بتسير بشكل جيد جدا في استعدادات الفريق واختتم كمان محمد يوسف كلامه وأكد إنه بيتمنى إن تمور الأمور بسلام خلال المرحلة الحالية وعدم تعارض أي لعب لإصابة خصوصا إن جميع المباريات اللي بيأخذها الفريق في المرحلة اللي جاية سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي مهمة جدا كمان بوابة أخبار اليوم قالت إن بيجهز أليخاندرو مخطط الأحمال في الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي برنامج بدني للعيبة الدوليين عشان ينفذوه بعد رجوعهم للمشاركة في تمرين الفريق وانتهى طبعا ارتباطاتهم الدولية مع المنتخبات الوطنية بيسعى الجهاز الفني في النادي الأهلي نوع يخفف الحمل البدني للعيبة الدوليين عشان يتخلصوا من حالة الإرهاق وده بسبب مشاركتهم في اللقاءين خلال ثلاثة أيام وتجهزهم للمشاركة في التمرين الجماعي غاب كمان عن تمرين النادي الأهلي خلال الفترة المضيع عمر السلية وصلاح محسن ومحمد هاني ده بسبب انضمامهم للمنتخب الأول كمان انضم للمنتخب الأولمبي رمضان صبحي وكريم ندمد وناصر مهر ومصطفى شبير وتواجد كمان علي معلول مع منتخب تونس ورجع كمان جيرالدو من أنجولا وانتظم خلاص في التمرين مبارح موقع الشرق كمان قال انه بيعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي محاضرة جديدة بالفيديو مع اللعيبة قبل انطلاق تمرين الفريق عشان يشوفوا ملخص لمباريات نادي الزمالك قبل المباراة اللي تجمع الفريقين مساء يوم السفتة اللي جاي على ستاد بورج العرب في اسكندرية المباراة دي طبعا مؤجلة من الأسبوع السبعة عشر في الطلط الدوري المصري ممتاز الجهاز الفني هيشرح بعض النقط الفنية خلال محاضرات الفيديو ويركز على بعض الأمور الخاصة بطريقة اللعب وكتب طبعا الجهاز الفني من محاضراته النظرية والفنية مع اللعيبة عشان يجهزهم للمباراة وكان الجهاز الفني بقناة الأوروجاني معتين لأسار تركز على الجانب الخططي خلال تمرين الفريق اللي أقيم مساء يوم الثلاثة اللي هو مباراة على استاذ مختار التتش ده طبعا في إطار استعدادات الفريق لمباراة نادي الزمالك القادمة كمان موقع يلاكورة آل من الفريق الأول لنادي الآلي بياخوه التمرين عصر اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة نادي الزمالك لمباراة القمة والمقارة لها يوم السبت لجايف الدوري المصري على أن يقضع تنائي هشام محمد وإحمد الشيخ للفحص طبي قبل انطلاق التمرين كمان شهد التدريبات الفريق الأخيرة حماس كبير جدا ما بين اللعيبة كمان بيسعى الأوروجاني مارتين الأسار تي المدير الفني للفريق أنه يجهز اللعيبة من الناحية الفنية وده من خلال التدريبات وتنفيذ الجانب الخططي إلى جانب التركيز على العامل النفسي وده من خلال المحاضرات النظرية في ملعب مختار التيتش ومن المقرر أنها يعقد الأسار في محاضرة جديدة بالفيديو مع اللعيبة قبل انطلاق تمرين الفريق عشان يشوفوا ملخص لمباراة نادي الزمالك ويشرح لهم بعض النقطة الفنية خلال محاضرة الفيديو ويركز على بعض الأمور الخاصة بتريقة اللعب في المباراة القادمة للنادي الأهل إن شاء الله يمستفر قادر كمان اليوم السابع قالت أنه بيجهز الجهاز الفني للنادي الأهلي بقاتل أرجواني مورتين لسارتي أحمد فتحي لعب الفريق عشان يشارك في الوسط بجوار حسام عشور في موجة نادي الزمالك برغم مشاركته في جميع التدريبات السابقة في مركزه الأصلي والظهير الأيمن شايف لسارتي إن أحمد فتحي هو الخيار الأمتل إن هو يلعب في القص في حالة غياب عمر السلقية نظرا لإمتلاكه خبرة كبيرة جدا وتمرسه في اللعب في المركز ده في أوقات سابقة بيغضع دلوقتي عمر السلقية لفحص طبي في النادي الأهلي بمجرد موصل للقايرة عشان يتطمنوا على إصابته ولتعرض لها مع المنتخب الأول وهي عبارة عن رشحة في الربة ويحدد موقفه من المشاركة من مباراة نادي الزمالك المقارنية إن شاء الله ستبت لجاية على الساد بورج العرب في اسكندرية المباراة المؤجلة من الجولة السبعتاشر من الدوري الممتاز كمان موقع في الجول قال إن كشف سيد عبد الحفيد مدير الكرة في النادي الأهلي عن جهزية عمر السلقية لعب خط وسط الفريق للمشاركة في لقاء القمة اللي جاي وسط نادي الزمالك اتكلم عبد الحفيد وقال إنه هو تواصل مع عمر السلقية وتبع التقارير الطبية اللي جات من منتخب مصر وقال كمان إنه نحن مطمئنون على حالة السلقية وعلى جهزيته لخوض المباراة فهو يستطيع المشاركة كمان هاني رمزي المدرر بالعمل منتخب مصر قال في وقت تابق إن السلقية يقدر إنه هو يرجع للتدريب بداية من يوم الخميس اللي جاي ويكون لائق للمشاركة في القمة تعرض السلقية للإصابة برشحة في الرجبة وده كان خلال لقاء مصر والنيجر وده اللي بعده طبعا عن المشاركة في مواجهة نيجيريا الودية كمان الموقع الرسمي للنادي الآلي أو موقع البوابة قال إن وجه سيد عبد الحفيد مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم في النادي الآلي تحذير شديد اللهجة للعيبة من خرق الحضر الإعلامي المفروض عليهم في الفترة اللي فاتت وده لضمان عدم خروجه مع الحالة التركيز المهمة جدا قبل مباراة القمة المقرر لها إن شاء الله يوم السبت اللي جاي المباراة المؤجلة من الجولة السبعة عشر أكد عبد الحفيد إن أي لعب هيخالف التعليمات دي هيطبق عليه اللايحة وهيتم تغييمه ماليا وظل أهمية المباراة كمان طالب عبد الحفيد من اللعيب إن هما ما يتعاملوش مع مواقع التواصل الاجتماعي لعدم التعارض للضغط الجماهيري المتزايد واللي من شأنه طبعا هو يأثر سلبا على استعدادات الفريق الأحمر للكلاسيك والمرتقب خاصة طبعا هو إن نبرة التعصب متزايدة من كلا المعسكر عين مع اشتعالي المنافسة على قمة الترثيم ما بين الزمالك المتصدر طبعا برصيد 53 نقطة والنادي الآلي الثاني برصيد 51 نقطة كمان الموقع الرسمي للآهلي قال إن رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط في النادي الآلي حرص على حضور جانب من تدريبات الفريق الأول لكرة السلة استعدادا لمواجهة سموحة يوم الخميس في مرحلة السياف دوري السوبر للمحترفين عشان يسند الجهاز الفني واللعيبة قبل المباراة المهمة عقد عبدالقادر جلسة مع اللعيبة أكد خلالها إن الفريق بيملك المقاومات اللازمة عشان يظهر بالشكل قوي وحق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة يوم الحد اللي جاي وأكد كمان مدير عام النشاط الرياضي على الثقة الكبيرة في الجهاز الفني وفي اللعيبة ودعمهم عشان يحققوا الفوز ووصلة المشوار نحو لقب المطولة وقال كمان إن الجميع بيساند الفريق من أجل تحقيق اللقب لسا مكملين مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي والموقع الرسمي قال إن أحمد سلعوي لعب الفريق الأول لكورة السلة رجال فالنادي الأهلي اتأكد غيابه عن المباريات لنهاية الموسم بعد جراحة الرجبة واللي خضع لها خلال الساعات اللي فاتت وأكدت التقارير الطبية الخاصة بسلعوي إنه محتاج لأسابيع من التأهيل ومن العلاج الطبيعي بعد إجراء جراحة في الغضروف الخارجي للركبة وقطع جزء في الرباط الصليبي وحرس الجهاز الفني ولعب الفريق إنه هم يتطمنوا على اللاعب بعد إجراء الجراحة ويسامدوه عشان يقدر يتخطى المرحلة الصعبة اللي بيمر بيها بعد الأصابة موسيقى موسيقى مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باية فقراتنا في كلام في الميديا خليكم معي موسيقى 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 مرجعنا سريعا بنسلم كمالين معاكم باية فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم دلوقت لأهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان آخر أخبار محترفين في الخارج موسيقى موسيقى سوبر كورا أجيريو طالب بمباراة ديال المنتخب باستاذ القاهرة موسيقى موسيقى بوابة الفجر تفاصيل سحب قراءة كأس الأمم الأفريقية 2019 موسيقى موسيقى دوت مصر منتخب مصر الأولامبي البعث تتعود اليوم بعد مباراة الاشتباكات موسيقى جول جهات جريشا يقود مباراة شباب قسانطينة والترجي التونسي موسيقى موسيقى بوابة سبورت محمد صلاح سادس أفضل مهاجم في العالم في التصنيف المجلة البريطانية بوابة الهرام كلاب صلاح يلعب دائما والراحة التي حصل عليها هامة للغاية بوابة فيتو النني على رأس قائمة الراحلين عن الأرسنر مبتدى بشكتاش التركية تمسك بضم النني الجمهورية أونلاين متحة وردة عمر مزاليا ملك الكثير ليقدموا للمنتخب في القول رسميا قبول استئناف حسين السيد وتحويل الملف إلى لجنة الانضباط والأخلاق صد البلد وشو حلو منتخب إيطاليا يكرم رميش حتى بعد الفوز 6-0 كورا برشلونة يلقى لحيلة برازيلية لضم راشفورد يلا كورا البارا مراتا كرة القدم تغيرت والفوز على الفرق الدفاعية ليس سهلا مطولات الصحفي كتالوني دلغت رفض شرط برشلونة الوحيد لضمه في الصيف يورو سبورت عربية اليوبانتس ومنشستر يونيتد يتنافسان على طريق برشلونة آس عربي تقارير مورينيو قريب من الدوري الفرنسي سبورت 360 أنتر ميلاني وجدد اهتمامه بالتعاقد مع مالكم وان تري كريستيان رونالد ويحسم موقفه من مباراة آيكس نروح مع حضراتكم سريعا لأهم الأخبار المحلية وتفاصيلها ونبتدي من موقع صوفر كورا لقال أن المكسيكي خافيار أجياري المدير الفني لمنتخب مصر طلب إقامة مباراة دية للفرعنة قبل بطولة أمم أفريقي على سدق قاهرة واللي بيستطيق مباراة المنتخب في البطولة اللي بتنطلق يوم 21 يونيو لحد 19 يوليو اللي جاي قرار أجياري انطلاق معسكر المنتخب الأخير قبل البطولة يوم 6 يونيو اللي جاي خصون طبعا بعد قرار لجنة المسابقات بإقامة آخر مباراة في الدوري قبل التوقف بثلاث يام من نفس الشهر هيقام المعسكر الأخير في اسكندرية وتحديدا في برج العرب خلال المعسكر قبل البطولة قبل طبعا ما يرجعوا تاني للقاهرة قبل انطلاق البطولة بخمس سيام لاستكمال المعسكر في القاهرة وخوض ودية أخيرة في استهدق القاهرة قبل البطولة كمان موامة الشروق قالت انهاني رمزي المدرب العامل المنتخب الوطني اتكلم عن رضاة عن المستوى اللي ظهر بالفرعنة قصاد نيجيريا وقال رمزي في تصريحات قدمنا مباراة جيدة جدا أمام فريق كبير وأضاف كمان تلقينا صدمة بعد هدف نيجيريا المبكر وكنا الأفضل في معظم أوقات المباراة إلا أنه كان ينقصنا ترجمة هذا الأداء الجيد لهدف وعن المشاركة الأولى لأكتر من لاعب مباراة اليوم فقال مدرب المنتخب كل اللعيبة الجداد ظهروا بشكل جيد خصوصا أنهما بيشاركوا للمرة الأولى قصاد فريق بحجم نيجيريا وأكد أنهما طبعا أدموا أداء متميز كمان بوابة الفجر قالت أن ابو تقام يوم 12 من شهر إبريل المقبل قرعت بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم ولا تقام في مصر خلال صف العام الجاري 2019 الاتحاد الأفريقي عمل تصنيف للمنتخبات على النحو التالي المستوى الأول مصر البلد المضيف تونس غانا السنغال الكاميرون وكاديفار والمستوى الثاني المغرب نيجيريا الكونغو الديمقراطية الجزائر وغينيا ومالي المستوى الثالث أغاندا جنو أفريقيا غينيا بيشاو زنبابوي ومريتانيا وانجولا والمستوى الرابع بنين وبرونري وتنزانيا ونميبيا وكينيا ومدغشقر والمفروض أنه يتم السحب القرعة وهيقابل كل منتخب نظيره من المستوى الأدنى مع تجنب عدم واجهة منتخبين في نفس التصنيف بيقع المنتخب المصري طبعا في التصنيف الأول نظرا أنه هو مستضيف البطولة والقرعة أكيد هتوقع للبروتوكول المتعرف عليه على رأس المجموعة الأولى وبيجاور المنتخب المصري في التصنيف الأول الكاميران صحب التتويج الأخير باللقب أمم أفريقي 2017 بالأضافة لتونس وغينة واستنغال والكاد بفوار كمان جي المنتخب العربي الموريتاني في التصنيف الثالث إلى جوار منتخبات أغندا وجنوب أفريقيا بالأضافة لزنبابوي وغينيا بيشاو والمنتخب الأنجولي كمان دوت مصر قالت إن منتخب مصر الأولمبي خسر أمبارح يوم الثلاث أصاد نظير والهولندي بهدف نظيف في المباراة اللي كانت من بينهم في أسبانيا ضمن برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لأمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد توكيو 2020 بترجع النهاردة البعث يوم الأربع بقيادة شوئي غريب من أسبانيا بعد مخاضر فريق مباراتين وديتين أصاد أمريكا وهولندا فاز على أمريكا بتونائية نظيفة وخسر من هولندا بهدف نظيف ووقعت إشباكات بالأيدي ببين لعبة الفريقين في ديئة السبعين وده بسبب تدخل عنيك من محمود الجزار على لعب هولندا وده أصفر عن طارد الجزار وكمان لعبين على مقاعد البدلاء والطواحين لإندفاعهم لأرض الملعب موقع جول كمان قال اللجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكورة القدم أعلنت عن اختيار الحكم الدولي المصري جهاد جريشا بإدارة مباراة شبيبة قسطنطينا الجزائري والترجي التونسي بيلتقي الفريق الجزائري والتونسي في دهاب دور التمانية في دوري أبطال أفريقيا وده يوم 6 إبريل المباراة دي هتقام في الجزائر على ملعب الشهيد حملاوي وهتقام مباراة الإيام ما بين الفريقين يوم 13 إبريل المقبل في تونس على الملعب الأولمفي برادس ملعب نادي الترجي بيعاون جريشا مساعد أول وليد أحمد علي من السودان مساعد ثاني تحسين أبو سادات وحكم رابع محمد عدري كمان البوابة سبورت قالت أن صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف لورفول الإنجليزي حصل على المرتبة السادسة في قيمة أفضل عشر مهاجمين على مستوى العالم وفقا لتصنيف مجلة فور فور تو البيطانية أشار تقرير المجلة أن محمد صلاح بيتميز بالسرعة وبالفعالية الهجومية الكبيرة في التلت الأخير من الملعب وتم تشبيه بالنجم الهولندي آرين نوبن في عصره الدهبي يحتل الأرجنتيني يونال ميسي كمان نجم باشلونة المرتبة الأولى وجه بعد دي كيلير مبابي مهاجم فريسان جرمان وبعد كده على توانجريز من لعب أتلاتيكو مدريد وكمان قالت المجلة عن التصنيف التام وفقا للمهاجمين اللي بيلعبوا في مركز الجناح أو دور المهاجم الثاني وده اللي خليها طبعا تخلم من قيمة القيمة دي تخلم من العديد من العيبة الكبار زي كريستيان رونالدو ورويس سوارز وهاريكين وله طبعا بيلعبوا في مركز المهاجم الصريح كمان بوابة الأهرام قالت أن الألماني يورجن كلاب المدير الفني لفريق لفيرفول الإنجليزي أكد أن محمد صلاح كان بيستحق الراحة خلال فترة التوقف الدولي وطبعا جت التصريحات دي بعد ما رجع الملك المصري للتدريبات الفريق الإنجليزي وعلى لسان المدرب الألماني قال اتكلمته مع صلاح خلال فترة الراحة اللي حصل عليها وبيتمتع هو دلوقتي بمزاج جيد وكمان قال في كلامه أن محمد صلاح بيلعب دايما لقد خاض كل المواجهات سواء مع لفيرفول أو مع منتخب مصر عشان كده فإن الراحة اللي حصل عليها كانت مهمة جدا كمان اتكلم المدرب الألماني إن دلوقتي هيعود لنا محمد صلاح بعد ما قضى زبوع من الراحة ودي حاجة كويسة جدا اتكلمت معاه ولقيته في حالة انسجام وحالة مزاجية جيدة كمان بوابة بيتو قالت أن صحيفة ميرر البريطانية اتكلمت عن قناي أعمري المدير الفني لفريق أرسل الإنجليزي اللي قرر أن هو يتخلص من ست لعيبة في الموسم اللي جاي وعلى رأسهم محمد النني لعب وسط منتخبنا الوطني قالت كمان الصحيفة أن إدارة المدفع جاء بتسعى لتخلص من اللاعبين من أجل تنفير الأموال لإستفقات الجديدة واستخلص من الرواتب المرتفعة اللي بيحصلوا عليها بتضم قيمة الراحلين عن أرسل مسعود وزال هاندريك مختريان داني ووبك محمد النني تشامبرز ومصطفي وإضافة طبعا إلى اعتزال فيتر تشيكو رحيل آرون رمزي لليو بانتس كمان مبتدأ قالت أن في تقارير صحفية تركية اتكلمت أن فيه اهتمام من نادي بشكتاش التركي بالحصول على خدمات النجم المصري محمد النني لاعب أرسل الإنجليزي خلال الفترة اللي جاية وقال كمان موقع فوتو ماك التركي أن فيه رغبة عند نادي بشكتاش أن هما يدعموا صفوفه بالتعاقد مع النني ولو على سبيل الإعارة لمدة موسم نظرا طبعا لحاجة الفريق من خدمات اللعب بيعاني النني من الجلوس دلوقتي على ديكة المدلاء تحت قايدة قناي أمري المدير الفني للأرسل إلا أن اللعب عنده عقد بيمتد مع الجانيرز لحد موسم 2022 كمان الجمهورية أونلاين قالت أن متحة واردة نجم كرة السلة السابق أبدى ساعاته بعد اختياره ضمن فعاليات قاعة المشاهيل لعام 2019 من الاتحاد الدولي لكرة السلة وقال متحة في تصريحاته سعيد باختياري وكان هناك اهتمام كبير من الاتحاد الأفريقي والمصري من مجد أبو فريخة ومحمد عبد المتعال وأضاف الاتحاد الدولي تحدثت معي وأسافر في أغسطس وأشعر بأنه سيكون هناك اجتماع مع الاتحاد وعن نجلو عمر وردة مازال ياملك الكثير ليقدموه في مسارته الاحترافية ومع منتخب مصر كمان موقع في الجول قال أن لجنة الاستئناف لمسابقة دوري كاس الأمير محمد بن سلمان المحترفين وفقت على أجول استئناف المقدم ضد قرار إيقاف حسين السيد وتحويل الأمر للجنة الانضباط والأخلاق وكانت لجنة العقوبات أصدرت قرار بإيقاف حسين السيد أربع مباريات رسمية بما فيهم الإيقاف التلقائي نتيجة الترد ويأتي ذلك بالإضافة لإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها أربعين ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي تقدم نادي الاتفاق السعودي باستئناف ضد القرار الصادر من لجنة العقوبات حسين السيد تعرض للترد في مواجهة الاتفاق والنصر بسبب اعتراضه بصورة غير لائقة ضد حكم المباراة كمان صدى البلد قالت أن المنتخب الإيطالي لكرة القدم احتفل بالبطل المصري رامش حتى بدعوته لحضور المباراة هو والدته وافد من المنتدى المصري في إيطاليا فاز المنتخب الإيطالي مساء أمس بست أهداف مقابل لاشيء على لشتنشتاين ضمن الجولة الثانية من المجموعة العشر تصفات المؤهلة لمطولة يورو 2020 ومن المقرر أنها هيقابل الطفل المصري لعب العالمي الأرجنتيني فاولو ديبالا والله هيحضر مخصوص عشان يقابله يوم السبعة وعشرين إبريل قال ياسر منسل أمين العامل المنتدى المصري في إيطاليا أن رامني هيسافر لروما النهاردة عشان يقابل وزير الداخلية عشان يديره الجنسية ويكرمه بعدما أنقض 51 طفل من مدبحة كانت طبعا ممكن تسبب موتهم خلال استقلالهم لحافلة في إيطاليا موقع كورا كمان قال أن تقرير صحفي أسباني أكد أن برشلونة قد يلجأ لحيلة جديدة عشان يقنع منشستر يونيتد بالتخلي عن خدمات المهاجم الإنجليزي الواعد ماركوس راشفرد في الصيف اللي جاي وده وفقا لصحيفة موندو ديبورتيبول أسبانية فمنشستر يونيتد مش هيوافق بسهولة على دخول مفاوضات بشأن رحيل راشفرد برغم أن عقد الأخير بينتهي في الموسم اللي جاي ومش محتاج ليونيتد أن هو يبيع أحد نجومه عشان يوفر أموال تساعده على سد فجوة أمام قانون اللعب المالي النظيف كما أن مسؤولين الشياطين الحمر عندهم رغبة أن راشفرد يكون هو المستقبل وكمان توقعت الصحيفة أن يطلب الشياطين الحمر رقم تعجيدي من الفريق الكتالوني عشان يتخلوا عن راشفرد وهو ده اللي ممكن يخلي الصفقة شبه ومستحيلة بفكر مسؤولين البرسل الآن في حالة تانية هو يقنعه اليونيتد عن طريق ادخال البرازيلي في لاب كوتينيو في الصفقة خاصة أن الأخير كان ضمن اهتمامات الشياطين الحمر في الموسم الحالي وتواصلت كمان إدارة النادي الإنجليزي مع وكيل اللعب تحسبا لضمه إذا رحل عن أسبانيا كمان في حالة تانية وهو أن يكون البرازيلي مالكومد أليفيرا هو اللاعب اللي هينتقل للمانشستر يونيتد كجزء من الصفقة خاصة طبعا أن طريقة لعبه تشبه كتير اسلوب الشياطين الحمر كمان يلا كورا قال أن ألفارو مراتا مهاجم المنتخب الأسباني الأول لكورة القدم اعترف بالصعوبة اللي واجهها فريقه للفوزة 2-0 على مالتا أمبارح يوم الثانيات في المباراة اللي جمعت ما بين الفريقين ضمنه بنفسات التصفيات المؤهلة لبطولة كاس أمم وقرفة 2022 وقال مراتا أشكر المدرب كثيرا هو يعرف هذا أنا سعيد بتواجدي هنا كما هي العادة دائما والآن من المهم أن نتأهل في أقرب وقت ممكن لكأس أمم أوروبا كان من المهم تحقيق الفوز خارج الديار كنا ندرك أن مباراة مالتا مهمة للغاية الآن علينا أن نستمر في التقدم للأمام وأضاف صاحب هدف فوز أسبانيا في مباراة أمس كرة القدم تغيرت كثيرا في السنوات الأخيرة الآن أصبح من الصعب تحقيق الفوز على ثرق تتكتل في الخلف واختتم قائلا في الحقيقة لم يكن اللقاء سهلا على أي حال جهد الفوز المدرب الذي يستحق نحن نبدل أقصى ما لدينا مغافية كمان بطولات قالت أن ماتس دلخت مدافع نادي آيكس أماستردام الهولندي رفض الشرط الوحيد اللي حطه برشلونة عشان يضمه في المريكاتو الصيفي اللي جاي وكشف تاني خوانتامي الصحف في صحيفة سبورت الكاتلونية أن في تفكير من قبل إدارة البروجانا في التعاقد مع اللعب الهولندي الشاب مع عارته في الموسم اللي جاي لأحد الأمداء الأوروبية وجد فكرة الأعارة في برشلونة للصعوبة التفريط في أحد المدافعين الحاليين للفريق سواء كان ليندلت أو سامو أمتيتيو اللي طبعا بيتناوبوا على مركز المدافع الآيكس بجانب جير تشكيل الفريق بقهيدة طبعا بوفيردي عشان كده تواصل المسؤولين بالإدارة الكاتلونية مع اللعب وحاولوا إقناعه بالأعارة لمدة موسم واحد سواء بالبقاء مع آيكس أو الانتقال لأي نادي أوروبية الجديد لحد نهاية موسم 2019-2020 لكن بالنسبة كبيرة هو الظاهير الأيصر الأسباني عليخاندرو غيرمالدو لعب بانفكا الحالي واللاعب السابق لبرشلونة الأسباني واللي تخلى عنه بمبلغ زهيد قبل ثلاث مواسم بلغ مليون ونصف يورو والآن بات مطلب لكبار الفرق الأوروبية فحسب ما تنقلت تعدى التقارير الصحفية فإن غيرمالدو واللي بيقدم مردود مميز جداً مع نصور بانفكا ده خلى يكون متواجد على ردار عدة فرق زي طبعاً يوفانتس منشستر ينايتد والأرسنل ومنشستر سيتي وأتلاتيكو مدريد ونافلي وبيرغب اليوبي في التعاقد مع غيرمالدو بسبب تعاقد خطته لجلب البرازيلي مرسلو لاعب ريال مدريد بعد عودة الفرانسيزان الدين زيدان لتدريب الفريق الملكي وده اللي خلى اللاعب يعدل عن فكرة الرحيل اللي طبعاً كانوا بتراودوا بقوة بعد أو أثناء تولي الأرجنتيني سوداري مهم التدريب الفريق كمان أسم العربي قالت أن في تقارير صحفية فرنسية تكلمت أن مصير البرتغالي جوزي موريني والمدير الفني السابق لنادي منشستر ينايتد الإنجليزي قرب من الدوري الفرنسي الممتاز وبيدرس إمكانية تدريب أحد أنديته قالت كمان صحيفة لكيف الفرنسية أنت جوزي موريني وبيفكر في القدوم المرادي للدوري الفرنسي بعد مسير تدريبية طويلة ونكحة في الدوريات الأوروبية الأخرى زي الدوري البرتغالي والأسباني والإنجليزي والإيطالي أوضحت كمان الصحيفة أن نادي بريسان جرمان ليس من الأندية المتاحة حالياً أمام المدرب البرتغالي لتدريبه نظراً لوجود المدرب الألماني توماس تاخل مع الفريق للموسم المقبل بعد ممدد عقده كمان كشفت لكيف أن نادي أولام بيقيون أو نادي موناكو أو نادي لال هم الأقرب لحصولهم على خدمات المدير الفني الأسباني للبرتغالي عفوا كمان سبورت 360 قالت أن نادي أنتر ميلانو الإيطالي يجدد اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي مالكم لعب برشلونة خلال سوء الانتقالات الصيفية اللي جاية ولسه عند المهزم البرازيلي الكثير من الإشارات على عدم موجود ثقة من جانب المدرب أرناستو بالفيردي حيث بكات شارك مع برشلونة خلال الموسم الجاري لأسباب غير معروفة قالت صحيفة سبورت الأسبانية أنتر ميلان هو الفريق الأكتر إصرارا خلال الوقت الحالي على التعاقد مع مالكم وهو اهتمام ليس جديد بعدما حاول التوقيع معه في سوق الانتقالات الشتوية عفوا الماضية أشارت كمان أن برشلونة هيكون على استعداد التخلي عن مالكم في المركات والصيفي القادم ولكن في حالة حصوله على عارض مغرب يساوي القيمة المالية اللي دفعها للتعاقد مع العام كمان وانتري آلة نفي تقارير إيطالية كشفت أن نادي يوفانتس الإيطالي بينتظر عوضة نجمة الفريق ومنتخب البرتغالة هدف الدولي كريستيانو رونالدو والذي تعرض للإصابة وقال موقع كالتشو مريكاتو أن يوفانتس مستني رجوع كريستيانو رونالدو لإيطاليا متوقع أنها ينضم ناجمة يوفانتس النهاردة لتوريو عشان يعمل اختبارات طبية جديدة وقال كمان الموقع أن كريستيانو رونالدو عنده صورة قطعة حول حالته الصحية بعد الإصابة في العضلات اللي تعرض بيها مع منتخب بلاده البرتغال في مباراة سربيا وقال كمان الموقع أنه إذا كانت الاستجابة بتتبع تفاقل استعاعات الأخيرة فممكن علاج المشكلة في قضون 10 تيام في حين طبعا هتجبروا مشكلة أكتر خطورة على تخطي المرحلة الأولى على الأقل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا دود آيكس مشاهدين معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل دقنا النهار لدكتور إبراهيم داود نائب رئيس تحرير الكورة والملاعب ترجعنا سريعا بنسب كمانين مع حضراتكو وفقاراتنا في الكلام في الميديا ودلوقتي دورنا طبعا في الستوديو وأستاذ إبراهيم داود مدير تحرير الكورة والملاعب أعلم بحضرتك أهلا وسلام بك أكيد ندورناك العائدة في قناة نادي الأهلي وعايزنا طبعا في الأول نتكلم عن المباراة القادمة مباراة القم 117 نادي الأهلي والزمالك مباراة اللي هتكون يوم السبت القادم على ستانبورك العرب في سكندريا ستاعة سبعة مساء هي مباراة من العائر السقيل طبعا لكن الأهلي عودنا دايما أنه يكون حاضر في المواعيد الكبرى هي من مباراة السبت هي أحد هذه المواعيد الكبرى لو تتذكر حضرتك في آخر لقاء كان بيننا في كلام في الميديا أنا قلت لحضرك أنه هيجي على يوم تلاتين تلاتة ويكون الفرق تقريبا شبه متلاشي بين الأهلي والزمالك كان وقتها الفرق ست نقاط بالزبت بين الأهلي والزمالك لكن أهو التوقعات تحققت والفارق أصبح نقطتان فقط بين الأهلي والزمالك المباراة اللي جاية الأهلي مش بس نجح في أنه يقلل الفارق لكن نجح في أن هو يصدر الألأ والأزمة للمنافس دي بانت في تصرحات مسئولية بانت في تصرحات الجهاز الفني بانت في حتى في نظرات اللاعبين الموجودين في نادي الزمالك في الساعات اللي فاتت فلقينا بعض التصرحات بتصب بقى بدأت مبررات لمبعد المباراة يعني بعض الناس أو بعض المسؤولين قالوا أن الأهلي في ساحر ففعلا الأهلي مش فيه ساحر واحد الأهلي فيه صحر الأهلي عنده ساحر نيجيري كبير اسمه جونيور الأجاية الأهلي عنده ساحر تونسي كبير اسمه علي معلول الأهلي عنده صحرى مصريين بطعم الفلو الطعمية زي رمضان صبحي وزي حسين الشحات وعدي من الأسماء الكتير اللي هي كانت صحرى الأهلي طول طريقه عوادنا أنه عنده صحرى صحرى كبار من ينسى السحر الكبير محمود القطيب بكل اللي أقدمه للكرة الأهلوية والكرة المصرية في السبعينات والثمانينات صحيح طبعا من يقدر ينسى الماجيكو من يقدر ينسى الماجيكو محمد ابو تريكا واللي أقدمه من عطاء وهو جعله أحد هداف القمة بل بالعكس هو هدافها التاريخي الأول برسيد سبع أهداف صحيح طيب خلينا نرجع لفترة الاستعدادات لمبارات القمة اللي كانت في النادي الأهلي والمباراتة بعن الوضاية اللي عادت عملت مع الشبين ووضاية شبين شفت الاستعدادات ازاي لمبارات القمة وكمان أكيد لو ملاحظ الفترة دي فيه تدريبات مغلقة تماما مفيش أي حضور إعلامي مفيش أي حضور لأي صحفيين محدش عرف أصلا يعرف اللي بيحصل جوه التدريب في الفترة دي في حضر إعلامي على كل العيبة حتى حضر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم الأهلي عودنا في المواجهات الكبرى أو في الموعيد الكبرى أنه هو بيحافظ على أهم ميزة بتميز فريق النادي الأهلي وهي التركيز لازم يبقى التركيز موجود لازم يبقى حاضر لازم الجهاز الفني يخرج اللاعبين من حالة الضغط اللي شفناها لليسا كنت بقى حكي لحضراتك أنها انت أقلت إلى المنافس بوضوح بوضوح شديد فحرص أهلي كجهاز فني أنه هو يحافظ اللاعبين على حالة التركيز هو ده كان سبب الإغلاق الألامي اللي حاجة بتتكلمي عنه صحيح الأهلي كمان داخل المباراة باعتبار أنها مهمة ولكن هي مش نهاية العالم هي في النهاية مباراة بسلاث نقاط وده اللي عودنا دايما أن هو يخرج من تصرحات من مسؤولي الأهلي سواء في مجال الإدارة أو في مجال الجهاز الفني شفنا التصرحات دي متكررة كتير في عهد العظيم منوز جوزي كان دايما قبل مباراة القمة بالأهلي والزمالك بيحافظ على التركيز الشديد بيغرق أعلاميا على لعبته لكن في نفس الوقت كان بيأكد لكل اللاعبين اللي موجودين عنده من أكبر لعب لأصغر لعب أن المباراة دي بتحمل أهمية ولكن هي في النهاية بسلاث نقاط صحيح على مدار التاريخ شفنا يعني مدربين كتير قوي مروا على النادي الأهلي في منهم المدرب اللي ليه كارزما اللي ساب بصمة كبيرة طبعا يمكن أهمهم منوز جوزي هم كسر بس مش كسر قوي اللي سابوا البصمة أو كان عندهم او كانت حضرة بوضوح فكرة الكارزما عندهم مين يقدر ينسى العظيم هوديكوتي ممكن مين يقدر ينسى ديترش ويسا مين يقدر ينسى منوز جوزي طبعا بكل ألقابه وبطولاته وإنجازاته لحقها مع النادي الأهلي تفتكر لستارتي ممكن يكون مدرب عنده شخصية شبيهة بمنوز جوزي واضح أنه هو ماشي على خطى المداربين أصحاب الكارزما أو المداربين اللي ممكن نتوقع أن هم يتركوا بصمة وبصمة كبيرة في تاريخ النادي الأهلي شفناه ده بوضوح في ثلاث حاجات مهمة أولا إعلاءته باللعبين لها مميزة جدا نجح في فطرة بسيطة جدا أنه ينقل الشعور العادي لكل اللعبين سواء اللي بلعبوا أو اللي بلعبوش ده بان في تصرحات دايما الإعلام بيبقى معني قوي بتصرحات الناس اللي ما بلعبوش أو على الدكة أو خارج التشكيل الأساسي تعالي بصي على تصرحات صالح جمعة تعالي بصي على تصرحات أحمد الشيخ تعالي بصي على تصرحات العاديين من الإصابة زي أحمد فاتحي بصي على تصرحات الناس اللي كلها هتحسي بأديه حجم المدرب ده ومدى تأثيره على الفريق الجزئية التانية هو السعي أنه هو يطور الأداء وده شفناه في ممبارات كتيرة نجح مارتن اللي صارتي أنه هو يتدخل ويطور الأداء كمان الاستقرار الفني يعني دول الثلاث حاجات الاستقرار الفني احنا شفناه بوضوح في مجمل الممبارات اللي خادها لصارتي من ساعة مخاض الفريق في أول اللقاء اللي هو أمام بيرامات ساعة اللحظة هللاقي أن في حالة من الاستقرار الفني موجودة دول الثلاث حاجات أو ثلاث عناصر اللي نقدر نقيم بيهم أي مدرب واللي بكلها المؤشرات كلها في صالح لصارتي صحيح لو سألتك عن أداء اللعبة اللي انضموا للمنتخب بالدولي في مبارات النيجر ونيجيريا لعبت النادي الأهلي تابعتهم؟ طبعا تابعنا التجربتين يعني هو التجربتين نقدرش نحكم عليهم قوي لكن أنا واحد من الناس كنت شاف أن خطأ كبير جدا أنه كان يضم لعبين من الأهلي والزمالي خصوصا من مجموعة الأساسيين يعني هنلاقي أنه ضم من الأهلي صلاح محسن صلاح محسن في الفترة الأخيرة ما كانش أساسي في فريق النادي الأهلي لكن ضم معه اتنين أنت بتحتاجهم بشكل أساسي اللي هو عمر السلية ومحمد هاني صحيح على الجانب الآخر ضم جنش ده حالس مارمة وضم أعتقد طريق حامد طريق حامد والثالث أعتقد بمحمود علاء العناصر دي يمكن ربما لو كانت تركت لمباراة الأهلي والزمالك كان المردود الفني على اللاعبين دول من ناحية الفردية كان هيبقى أعلى كتير جدا من مشاركتهم في مباراة تحصيل حاصل ثم في مباراة أخرى ودية صحيح يعني أيهما كان مردوده الفني هيبقى أعلى طب خليس أسألك بشكل عام عن لقاء منتخبنا الوطني ونيجيريا المباراة الودية اللي قيمت ما بينهم شفت أداء منتخبنا أزاي أداء باهت نتيجة أن اللاعبة يعني فيها عناصر كتيرة بتنضم الأول مرة صحيح ما نجحش أنه يخلق التوليف الصح من باب التجربة كان المفروض أنه يشارك كل اللاعبين الجودات في المطشين بهدف أنه يخرج بلاعب أو باتنيني وهو كده دي محصلة الاستفادة الفنية من التجربة لكن تعالي شوفي المردود السلبي المردود السلبي محصلة لعيبة الأهل والزمالك تحديدا سمعنا أن عمر السلية تعرض لارتشاح في الرجبة سمعنا أن محمود علاء تعرض لفتح في الحاجب طيب ده تأثير سلبي على اللاعبين كمان أننا نحط اللاعبين في حالة من حالات الإجهاد الغير مبرر قبل مباراة بالحجم الكبير ده أعتقد أن هو شيء سلبي لكن بنقول أن الأهل في مباراة القمة بشكل عام برغم أن هو انسحب منه بعض اللاعبين للمنتخبات الدولية زي علي معلول وزي جيرالدو ولمنتخب الوطني زي الثلاث أسماء اللي قلناهم وكمان للمنتخب الإولمبي رمضان صبحي وكريم ندفل هو مش هيشارك في الماتش والثالث اللي هو نصر ماهد التوليفة بتاعت الانسحابات الدولية دي ربما يكون مردودها مش إيجابي قوي خصوصا أن برضو المنتخب الإولمبي كان بيشارك في وديات صحيح وسط أمريكا وهولندا كان كمان حصلت مشاكل في وديات هولندا مباراة ما بين الفريقين كان فيه مشهدنا ما بين أو اشتباكات بالإيدي ما بين المنتخبين كل ده لو كان أرجع إلى ما بعد مباراة القمة ربما الاحتياج الفني أنا مش شايفه أنه هو كبير جدا أو المردود الفني هيبقى سواء على المنتخب ده أو على المنتخب ده لكن تعالي نقول أن الأهلي باكر إن شاء الله هتبقى اكتملت كل الصفوف كل العناصر رجعت كل الفريق حاضر في المشهد هيخد مران جماعي الخميس والجمعة إن شاء الله قبل المباراة هتبقى كل العناصر اكتملت والمفاجأة اللي بيتنتظرها الجماهير من لسارتي واللي هو وعد بيها في مباراة القمة إن شاء الله تكون حاضرة في المشهد صحيح طبعا أكيد هل متمنى أن ندي الأهلي كده كده يحصل على التلات نقاط نتصدر بإذن الله الترتيب الدوري مصري ممتاز وبفرق هدف أو بفرق نقطة عفوا لصالح هو من عجاب الأرقام إن الأهلي والزمالكة لتقوا قبل كده في حوالي 232 لقاء صحيح الأهلي حقق الفوز في 99 لقاء والأهلي وصل للفوز في 99 لقاء في لقاء الدور الأول الموسم الماضي اللي انتهى بفوز الأهلي 3-0 الرقم 99 الأهلي بيسعى لتحطيمه والوصول به للمباراة الفوز رقم 100 يعني الأهلي لو حقق الفوز في مباراة السبت إن شاء الله يبقى وصل للفوز رقم 100 في تاريخ لقاءات أو مواجهات الندين لكن هو الفوز إن شاء الله يبقى الأهلي وصل للفوز رقم 44 الأهلي وصل سبق إنه حقق 43 فوز أو 43 انتصار في مواجهات القدرين في الدوري في مقابل 26 انتصار للزمالك ومقابل 47 تعادل بين مواجهات برضو من المفارقات الموجودة في نفس اليوم يوم اللي هو 30 مارس كان فيه برضو مباراة وقيمة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك بس ده يعني ممكن 73 تقريبا و1-0 للأهلي انتهت المباراة بالنتيجة دي فأنا أتمنى إن شاء الله أن نفس النتيجة تتكرر لكن في 2019 الأهلي بيبحث برضو في المباراة دي عن الهدف رقم 339 في تاريخ مواجهات النديين لكن هو الهدف رقم 144 هيبقى في الدوري إن شاء الله لو لاحظت أن 44 و144 هتلاقي أن الرقم 4 متكرر هل يا طرى الأهلي هينجح في أن يسجل 4 عدد في مباراة السابت؟ نتمنى خلينا نرجع نشوف الأرقام والإحصائيات دي لكن بعد الفاصل نسم كمالين مع حضراتكم فقراتنا ونستن نورنا دكتور إبراهيم داود مدير تحرير الكرة والملاعب نورنا طبعا المرة تاني ورحم بك تاني وكنا نتكلم عن أرقام مهمة جدا في لقاءات الخطبيين لقاءات الأهلي والزمالك قلنا إن الأهلي بيبحث عن الفوز رقم 44 في الدوري لكن هو الفوز رقم 100 في تاريخ لقاءات الأهلي والزمالك تواقع دي أو رسمية أو رسمية في كل البطولات فطبعا الفوز رقم 100 هو فوز غالي أكيد أكيد بيحمل رقم مهم كمان الفوز في الدوري إنه هو رقم 44 دا برضو رقم مهم جدا لكن بنشوف إن الأهلي سجل في الدوري 143 هدف فبيبحث عن هدف رقم 144 وقلنا إن 44 زائد 144 تكراره للرقم 4 فهل دا يعني من حسن الطالع أن يكون فيه رقم 4 في ممتش السابت الجاي وإن الأهلي يستطيع إنه هو يحقق الفوز بالأربعة وارد الحاجة الثانية إن الأهلي لو جاب جون واحد بس في مباراة السابت اللي جاي هيبقى وصل للرقم 146 تهديفين تهديفين مش 144 بس ليه هو الأهلي سجل في شباك الزمالك 144 هدف لكن يتحسب له هدفين اعتباري دا حصل إمتى؟ 1999 لما انسحب الزمالك قدام الأهلي لما كان الحكم مارك باطا وكان مدير الفني للنادي الزمالك وقتها كان حكم فرنسي كان حكم فرنسي كان مدير الفني كابتن فاروق جعفر وقرر الانسحاب فاعتبر الاتحاد الكرة أن الزمالك مهزوما 2-0 يبقى الأهلي سجل 143 هدف شرعي 2 هدف اعتباري وان شاء الله نشوف الهدف 144 أو 146 في تاريخ مواجهات الناديين الأهلي سجل رقم مهم جدا وكبير في تاريخ مواجهات الناديين سجل 338 هدف فمجرد إحراز هدف في مبارات القمة هيكون الهدف رقم 339 طيب بنشوف في مواجهات الناديين بنلاقي أن فيه 65 لعب من الأهلي سجلوا في سيباك الزمالك 65 لعب 65 لعب أشهرهم على الإطلاق محمد أبو تريك يليهم طبعا الناس كتار منهم طبعا الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب عندنا الكابتن حسام حسن وزمرة طويلة من اللاعبين أصحاب الأهداف والبصمات في لقاءات القمة لكن هل مرشح العدد 65 ده أنه يزداد في لقاء السابق؟ أكيد إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله لأن إحنا بنبحث عن اللاعب رقم 66 في تاريخ مواجهات الناديين تتوقع مين اللاعب اللي هيتقلق اللي هيكون ديسر المباراة في لقاء القمة 117 يوم السابق؟ إحنا عندنا كتير ممكن يتقلقه عندنا ممكن يكون اللاعب رقم 66 ده مراوان محسن عندنا ممكن يكون اللاعب رقم 66 رمضان صبحي عندنا ممكن يكون اللاعب رقم 66 حسن الشحات عندنا جيرالدو ممكن والشرط إن يكون هو الهدف أو ممكن مش شرط إن هو يكون صاحب الهدف ممكن يكون بيرعب في مركز آخر في صفوف النادي الأهلي ممكن يكون صانع الهدف المهم إن الحداشر لعب والتلاتة لاحتياتي الأربعتاشر مرشحين إن هم يشاركوا في هذا اللقاء إن هم يكونوا مصدر البسمة لجموع الأهلوية الإحساس بالمسؤولية مهم جدا التركيز حاضر ومش بعيد عن المشهد خالص لكن الأهم إن الحالة اللي رقبت عليها لعبتي الأهلي إن هم مش شعرين بالضغط ومش شعرين بالمسؤولية شعرين بالجدية شعرين بالتركيز لكن مش شعرين بالضغط الضغط ده تم تصديره بامتياز للمنافس سواء هو اللي صدروا نفسه أو آخرين صدروا ليه صحيح طيب خلينا بعيداً بقى عن القمة 117 إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يكلل فيها بثلاثة نقاط وتصدر بعدها بإذن الله ترتيب الدوري المصري الممتاز ويكون فيه فرق ما بينه وما بين وصيف الدوري وقتها إن شاء الله يكون الفرق منهم ضغطة نرجع بقى ونتكلم مثلاً عن العام أخرى جهو النادي الأهلي لسه طبعاً فريق طائرة النادي الأهلي سيدات فزوا باللقب العاشر الأفريقي ليهم على مدار التاريخ مشاركتهم وكمان باللقب التاني ليهم على التوالي يمكن البطولة دي أخطوة المثيوم الاثنين اللي فات أول مرح مباراة كانت يعني أكتر من رائعة كانت مليانة روح فظيعة الجماهير اللي كانوا موجودين جوة الصلاة المغطاة صلاة عبدالله الفيسر كانوا يهزوا الصلاة كلها كان ليهم طبعاً دور كبير جداً الصلاة دي تحولت إلى صلاة تاريخية على فكرة صلاة السماء والأمير عبدالله الفيسر رحمه الله أن هي بقت مصنع الألقاب مش بس للنادي الأهلي ولكن لمصر صحيح احنا بنشوف أن فريق الكرة الطائرة من شبه انكسار في البطولة العربية زي من رحم المعاناة دي بيطلعوا وبيغيروا لوجهة النظر تماماً بيأكدوا أن هم عندوا حصن الظن سوى جماهير الأهلي أو حتى المهتمين بشأن كرة الطائرة في مصر استطاعوا أن هم يحاول البطولة دي بامتيازة لدرجة أن احنا تصورنا البطولة سهلة البطولة ما كانتش سهلة على الإطلاق كانت غاية في الصعوبة لكن تحدي بنات الأهلي بالأخص كمان المباراة نهائية المباراة نهائية بالذات دي تجلد فيها عبقرية أن فيه كوتش هاي الموجود في النهائي عبد الحمد الصافي اللعيبة الكبار دول شروق وآية وكاترينا وفريدة وفريدة العسألاني يعني بصراحة هم تفوقوا على أنفسه هن في هذه البطولة صحيح وطبعا إحنا نتكلم كمان البطولة دي تم تنظيمها في النادي الأهلي التنظيم كان أكتر من رائع أكيد هي دي مسؤولية تاريخية دايما للأهلي خصوصا في اللحظات اللي بيحتاج الوطن فيها لأن يكون فيه حد في ظهره أو أو مساند ليه الأهلي ما عودناش على الكلام لكن عودنا على الفعل من ساعة إنشاءه أو من البزرة الأولى أو لبنة الأولى فيها 1907 وهو نادي أنشئ من أجل الحركة الوطنية نادي أنشئ عشان يقاوم الاستعمار ويقاوم الاحتلال انتصارا للوطن هو برضو شايف أن الوطن مصر بيحتضن العمقه من خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ورئاسة الرئيس عبد فتاح السيسي للدورة الحالية هو بيروح ينظم فعاليات في قلب القارة بيقول أن مصر هي اللي بتحتضن عمقه الأفريقي كله مش بس الصدافة صدافة بنجاح صدافة بإشادة من كل الوفود امتياز وهو ده الأهلي يمكن حضرتك كمان أنا حضرت حفلة الافتتاح وحفل الختام يعني كانت تنظيم أكتر من رائع وعلى أعلى مستوى حتى فيه فكر جديد فيه أفكار مختلفة في تقديم الفرق المشاركة في تقديم البطولة بطريقة عمرها ما حصلت قبل كده شو ما تنظيم أكتر بصراحة من رائع يا شيما من أول الكلمة بتاع الرئيس الأجداء المنظمة اللي هو الكدر اللي واعد في النادي الأهلي محمد سراغ من أول كلمته أنا قلت أن البطولة دي هتبقى نكحة صحيح لحد مشهد الفنالة أو مشهد الكتام وجود الكابتن محمود الخطيب في المشهد الأخير هي بطولة أثبتت أن الأهلي عظيم وعظيم بزيادة يعني مش بس في تنظيم بطولة زي دي كمان الأهم إن استعادة الأهلي لجمهوره والجهود الكبيرة جداً اللي اتبقلت عشان نقدر إننا ندخل العدد ده من الجمهور العدد ده من الجمهور ونهو يكون مثالي ومنظم ودافع لفرقته بنشوف إن الأهلي كان خسران شهود ثم يحضر الجماهير بهذه الأعداد يتغير المشهد كله وتقول الأمور في النهاية لصالح المريض الأحمل صحيح صحيح أكيد بنشكر طبعاً طيب عن تحية أعزاز وتخدير لكل اللي قاموا على تنظيم هذه البطولة ومش بس إعلاء شأن الأهلي وقيمته في الحياة الرياضية المصرية ولكن إعلاء شأن رياضة المصرية رياضة المصرية عمتاً أكيد طبعاً طلعت بشكل مشرف جداً للنادي الأهلي وكمان لمصر طيب نرجع بقى سريعاً للكرة مرة تانية بعيداً عن الكرة الطيرة وطبعاً ألف مبروك لسيدات الطيرة لسيدات النادي الأهلي اللي بإذن الله إن شاء الله يقدموا المديد من الانتصارات إن شاء الله يالحق بيهم رجال الطيرة برضو إن شاء الله ويمكن رجال الطيرة كمان هيبتدوا يوم 1.4 أو 1 إبريل البطولة القادمة وبرضو هيتم تنظيمها في النادي الأري تحت إشراف برضو وهناد مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وإن شاء الله بإذن لتطلع بطولة برضو كادر هايل جداً في مجلس إدارة النادي الأهلي وقعد جداً 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 أنا بتوقع إن شاء الله إن البطولة الرجال إنها تكون على نفس المستوى بل أكثر تميلة بإذن الله بإذن الله طيب سريعاً للمنتخب الوطني الأول إحنا يمكن نتكلمنا سريعاً عن لقاءات النيجير ونيجيريا لقاء النيجير اللي احنا قلنا أنه كان تحصيل حاصل إنما لقاء نيجيريا هو كان لقاء ودي انتهى بهزيمة منتخبنا بهدف نظيف وده بيعتبر أول أو بتعتبر أول هزيمة الأجاري زي ما أنا قلت الحضرتك أنا ما أعتقدش إن المردود الفني اللي اتحقق من اللقائين مردود الفني عالي الجودة إلا هما لو كان هو من الأساس قرر إن هو يأخد المباراتين بزاوة أي عنصر من العناصر الأساسية الموجودة معاه لو كان هو عمل كده كنا هنقول إن هو نجح بامتياز في إن هو يطلع من التجربتين بعنصر أو اتنين أو تلاتة من باب التجريب يعني لكن هو عملنا خلطة كده الخلطة ما كانش نجحة طبعا إن هي مش كلها من العناصر الأساسية وما كانش عنده الوقت الكافي إن هو يدخل عناصر يعني يعمل الهارموني أو الانسجام بين العناصر الجديدة أو العناصر الأساسية فبالتالي طلع مسخ في اللقائين بصراحة يعني يعني الناس الشارع مش مبسوطة لا من أداء المنتخف في مبارات نايجر واللي كانت ممكن نتعرض فيها الهزيمة لو كان ضربة الجزاء دخلت ومبارات نايجيريا اللي سجل في مرمانة هدف بعد دقيقة واحدة فأنا كنت شايف لو كان ركز اللعبة دي في مبارات الأهل والزمالك والمحترفين في أنديتهم الأوروبية طب لو سألتك عن مين اللعب اللي لفت انتباهك سواء في مبارات النيجر أو النيجيريا يمكن عمار عمار حمدي عمار حمدي بس للتحاد السكنداري يمكن هو اللي لفت انتباهي شوية أنه برغم حداثة سنه لكن مش هي بالموقف أعتقد مع أن هم يدولوا مزيد من الفرص لكن هل أجيري في القادم الأيام أو فيما تبقى حتى تنظيم البطولة هيدي فرص لعمار والغير عمار عشان خطر يظهروا بالمظهر الكويس وينساجموا بنسبة مئة في الناس ولا ما بقاش في وقت خلاص ما بقاش في وقت للأسف ما بقاش في وقت كنا نتكلم النهاردة عن المعسكر الأخير قبل أمم أفريقيا وكلامنا أنه هيكون فيه وديتين أو ثلاث وديات بالكثير قبل لقاءات مصر قبل بداية البطولة ستكون معسكر من قبل البطولة ده فيه 25-26 لعب عشان أصل في النهاية إلى 23 لعب اللي هيخوضوا معي البطولة فالاختيارات هتبقى في أضيق نطاق يعني بالتأكيد هتبقى في أضيق نطاق شايف مين منافس قوي المنتخبنا الوطني الأول في بطولة أمم أفريقيا اللي هتقام هنا على أردنا الأرعى هتحكم جزء كبير جدا من الحديثة دي هتكون 10 إبريل إن شاء الله إن شاء الله لكن فيه من على الإطلاق إحنا عندنا نيجيريا عندنا الكاميرون عندنا سنغال عندنا المغرب عندنا تونس كل دي من الفرق الجزير يعني بس أنا بتكلم على اللي هيبقى فيها صدام مباشر إذا الأرعى جنبتنا أو لم تجنبنا وجعلتنا نواجههم اعتبارا مثلا من الأدوار المتقدمة زي دور التمانية صحيح صحيح طبعا دكتور بيعيم يعني حضرتك نورتنا أكيد كالعادة في كلام في الميديا بشكرك جدا على وجودك معنا وإن شاء الله بقى يعني الحلقة القادمة نوعد ونفتكر إن قبل قمة مياه وصابعة تصير كنا بنتكلم وكانت تتوقعات حضرتك إن هيكون فيه أربع أهداف إن شاء الله بإذن الله النصر للأهلي والمجد للأهلي أنا سعدتي بيكي شيمة وبسعد باللقاء دائما بيكي كل الأمنيات الطيبة للأهلي في لقاء السبت المقبل أن يحقق وأن يكلل الله مجهودات لعبي في النهاية بالفوز يا رب إن شاء الله مشاهدين أنتهت حلقاتنا النهار ده في كلام في الميديا شوفكم إن شاء الله يوم السبت اللي جاي لأ مش السبت بقى السبت إن شاء الله نفرح مع بعض في فوز النادي الأهلي بإذن الله وتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز شوفكم يوم الحد اللي جاي في حلقة جيدة من كلام في الميديا شكركوا جدا على حسن المتابعة ويوم سعيد عليكم اشتركوا في القناة